عاد وفد الميليشيا الى صنعة وعلى ذات الطائرة رحل المختطفان الامريكيان من صنعة الى عوما بعد ان تم الافراج عنهما وهو ما يرجح وجود صفقة غير معلنة بين الطرفين وزير الخارجية الامريكي جون كيري قال ان الافراج عن المختطفين جاء بعد جهد دبلوماسي مكثف ووساطة من قبل الجانب العماني اذا تبدو اطر التعاون واضحة كما هو الحال بالنسبة للجهة الخاطفة التي ظلت مجهولة حتى جاءت الحاجة وظهرت الى العلن بعض التقارير تحدثت ان من بين الاجندة الخفية للافراج عن المختطفين موافقة الجانب الامريكي على جسر جويا لامداد الميليشيا بالمعونات الطبية ونقل جرحاها لتلقي العلاج في الخارج الاختطاف سلاح يبقيه الانقلابيون في ايديهم ويستخدمونه بين الحين والاخر حسب الحاجة فهذه ليست المرة الاولى التي تجن فيها الميليشيا مكاسب من وراء الافراج عن المختطفين وهم كثر اذ سبق وان اعلنت الميليشيا الافراج عن معتقلين اجانب اخرهم الموظفة الفرنسية في الصليب الاحمر نوران حواس وبشروط رابحة ووساطة عمانية ايضا يبقى السؤال الحاضر هل سيستمر المجتمع الدولي في رضوخه لابتزاز ميليشيا ام ان الورقة باتت مفتوحة بعد ان كثر استخدامها خلال الفترة الاخيرة اشتركوا في القناة